يخرج من الأرض ليحافظ عليها الأرض التي يسعى أصدقاؤها لإفقائها خضراء ونظيفة مشروع نظيف صديق للبيئة وغريب قليلا سعى من خلاله هذا المهندس أن يستفيد من الطبيعة لخدمته وأيضا دون أن يكون لها آثار سلبية آلية هذا البناء تمكن من البقاء على قيد الحياة حتى في الظروف السيئة كما أن التصميم يقلل أيضا الأضرار على البيئة يحتوي المنزل على غرفة واحدة يمكن أن تدار بأي اتجاه وبإمكان الشخص أن يتمتع بحرارة الضوء الطبيعي ودفء الشمس كما أنه يستطيع أن يرتفع وينخفض في باطن الأرض للاستفادة من انخفاض درجات الحرارة كنظام تبريد طبيعي البيت الدوار الذي بناه لهتة في قلب الغابات الشيكية يعد نموذجا بيئيا صديقا للبيئة ويأمل هذا المهندس العجوز أن يكون بيته مثالا جيدا لأبنية المدن الخضراء التي تؤسس لمفهوم العيش المستدام ترجمة نانسي قنقر